أحب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عبد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مند الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يرشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكروا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار فيها خالقون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحرد كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارض بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بطوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بطوم من سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وهال هو الذي يريكم البرخ خوفا وطمعا وينشر السحابة إقراءان ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طرعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا مرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابى الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القرار أنزل من السماء ما أراء فسالت أولية بقدرها فاحتمل السيد زبدا رافيا ومن ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيهام جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثاء للذين استجاموا لربهم الحسنى والذين لم يستجيئوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومقواهم جهنم ومقواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما ينزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتظاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى آليته ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدهار جنات عدل يدخلونها ومن صلح من آباءهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باء سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدهار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنا آب الذين آمنوا ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مقاب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون من رحمن قل قل هو ربي لا إله إلا هو علي توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جفيعا أفلم ييز الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيرهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يكتي وعن الله إن الله لا يخلف البيعاء ولقد استوزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمنوا وقائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سمون أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القوون بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السمين ومن يغلل الله فما له من هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة يا شفق والعذاب الآخرة يا شفق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت الأنهار تجري من تحت الأنهار كلها دائم وضلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت ونعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإلى إيمام وكذلك أنزلناه حكما ربيا وليا اتبعت أهواء بعد ما جاءك من العلم ما لك ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويحبث وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما فإنما عليك الملاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافنا والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تقسم كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لا استرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب المترجم 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 المترجم